بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنكمل الجزء الثالث من محاضرة step by step of removable partial denture designing إذا نرجع للمحاضرتين السابقة الأولى كانت محاضرة مقدمة بالصورة عامة المحاضرة الثانية شرحنا general rules اللي هي الروز اللي راح نمشي عليها قبل ما شنو نبني نصمم مباشرة قبل ما ندخل بال technical steps يعني القوانين العامة بالبداية شرحناها اليوم يعني هذا إذا نرجع نذكر الكيسيت اللي سوينا هذه general rules اللي بارحة شرحناها اليوم راح نشرح روز اللي خليتها بداخل مربع على اعتبار هو هذا قلب المحاضرة هذا الجزء المهم من المحاضرة اللي يكون هنا اللي ينحصل من وقبله لازم اكو خطوات وبعده شنو اكو خطوات واذا هذا القلب هذا الوسط اللي اليوم راح نبدو به تقريبا هو اهم جزء هو الجزء اللي بالفعل احنا راح يعني اذا خلصنا راح نكون خلصنا 80% من الدزاين سميناه primary rules أو technical sequence اولا اذا اجي ارد اصمم اولا اختار البرنسبال اذا فرضنا الذكر قلنا احنا الكيس مثلا واخذنا الكيس هذي مثلا خلنا اخذ في الكيس بسيطة زين هذي على اعتبار هذي الكيس الساك class 2 mode 1 هذي جتني الكيس وشنو انه مطلوب من عندي بالامتحان مطلوب من عندي بالعيادة مطلوب من عندي باتشر بالبرايفوت كلينك مالتي جاني هيك مريض اريد ابدي اصمم لديزاين كو اسو اريد اشتغل لكو مالتكنومش اريد اشتغل لبيك الشي اسمه فاجي بالبداية اجي اقرى الجنرال روز تنطبق عليه الشي تنطبق ما تنطبق خلاص هاي الحالة راح ابدي باع الاعتبار انه انا كملت الجنرال روز الخمسة اللي قلنا عليها زين يعني لو عسى لي الجنرال روز انه سويت surveying نعم سويت surveying الفكرة الاساسية عندك انه تبدي بالبرافرار روز بعدين تنتهي الميجور كوننكتر تحتاج فد موديفكيشنز اكو مكان يحتاج عملية اكو فد شي لا ماكو شي زين مو كلاس فور اذا اعبر النقطة الرابعة وتقدر اسوي simplifying تقدر هذا مثلا تسوي ببرج زين اذا خلاص اعبر البرائماري روز وهيس راح ابدي بالبرائماري روز اولا select the principal abat meds اذا بالبرائماري روز يقول لي اختار البرائماري روز شوف اباوة اهنا وين البرائماري روز منطقيا و الهيه لو فرضنا هنا كان اكوسين ضعيف مثلا فرضا راح اجعل انا اسمه كان اكوسين هنا ضعيف ومسوي لفلينجوه اوه اهنا ابلغيت اش قال ابلغيت قال انه تسوي بعد القلع يعني متوصل مرحلة الديزاينينج و لسه عندك ابوة ما تمشكوك بي صح لا لا ولذلك هذا الابوة ما ترح نشيله زين فاحنا ما وصلنا الهالحالة اللو احنا شنو احنا مجهزين الابوة منس ومختاريها بصورة صحيحة زين نجي هسا سلكتف اردجي اختار البرنسبال الابوة منس اولا ما هو البرنسبال الابوة منس هو توث portion of tooth او portion of dental implant that serve to support and or retain processes اللي ينطينه السبورت الرئيسي والريتنشن الرئيسي لبرنسبال بكلماتي انا اقول لك ال primary abutments او priori abutments they are the teeth that will receive the class of assembly يعني من هو الابوتمنت اللي تختاره حتى يستلم حتى تقعد عليه الclass of assembly واحنا نعرف ما معنى الclass of assembly زين اللي هو يتكون من retentive arm reciprocal arm and occlusal rest راح اقول لك بالبداية شنو كل ما يتعلق بالمعناه ثم انطيك القاعدة اللي انا اكتبت هات اعرفنا شنو البرنسبال الاباتمنس شون اختارة يعني تعرف شنو شون اختارة يعني مول يوم شون اختارة شون قررت انو هذا الاباتمنس اللي كان هنا اشلعله ابقي هذا الاباتمنس اللي كان هنا ليش شلعته ليش سوعت الكتراكشن يلا بديت افكل بالروسيسي ليش ما بقيته هذه اللي هي العوامل اللي هنا ولذلك انتبه يا حبيبي بالبداية بداية حياتكم إن شاء الله طب الأسنان بالأيادات اتخاذ قرار إنه بقاء السن أو قلع السن يعني اتخاذ السن كأبتمنت وبقاءه والاستفادة منه أو اتخاذ قرار بقلع السن هذا فالقرار جدا خطر أولا وأن تكون تتخذ القرار وأنت على بينه ما يصير ها أقلع السن لو ما أقلعها لا أخلنا قلعها أو لا ها خلنا بقي حرامات لا ما كنت اشياء أدنى إما تقول بقي فأنت مسؤول مية بالمية على نجاح هذا الأبتمنت وأن يطول عمره إنت ما تقول بقي ولا خطيئة المريض أبقي إي خطيئة المريض ما يخالف ورسة شهر انكسر ولازم يحتاج إما نسوي بروستيس جديدة أو أن نصلح بروستيس اللي إحنا سويناها هذا مو خطيئة المريض هذا إزعاج المريض وأذية للمريض ولا من حقك شنو تقول لا قلعها معودة قلعها خلاص من عندها لا يروح ينكسر ثم يقلعها وهو مو شنو مو الانديكيشن ماتر قلع ممكن يصلح ويعيش عمر طويل ها ولذلك هنا لازم تكون أنت شنو أمام قرار يعني نقدر نسميه قرار مصيري جدا بالنسبة للمريض وأنت متحمل المسؤولية أولا المسؤولية الطبية المسؤولية الأخلاقية المسؤولية الدينية أنت باسر ما تقرر تقطع جزء من جسم إنسان زين فهذا يعني أمام الله أن أنت تكون مسؤول زين أخلاقا أمام المريض أنت وضميرك زين أنت شلعت سن وطلع لا حرامات هذا طلع كل شي ما فيه لا لا ما يصير فهنا شلو العوامل اللي تخليك تتخذ هذا القرار وأنا مسؤول عن قراري هي أولا مكانات الأسنان بالأرش توزيعها وجود سن في مكان مضر للمريض الألائن متسع بعدين نجي الألائن زين نشوف البرودونتشوم كونديشن وإذا قدرت توصل إلى قرار بمعلوماتك بالبرودونتولوجي لا بس إما هنا ممكن لا يعني بعض القرارات مثلا يعني أخذ رأيي ببرودونتست أدازة يا دكتور يا خصائي أمراض اللثة ما هو تقييمك للبروغنوسيز ما لهذا الأباتمت زين فهو راح إذا أنت ما عندك كل شي معلومات ثقيلة بالبرودونتولوجي راح هو يقول لك أني هذا لا عمر أو يفيد أو ما يفيد زين التوث انا هذا التوث بيسباب اسوي لأسنان وأشوف ما علىайт مع بقية الأسنان أشوف الأسنان أعيد ال السف Allies سن ممكن وجود هذا السن يغير يعني كل الاسنان باتجاه معين. زين? لو مثل بسيطة جدا. كل الاسنان بهالشكل هذا. واكو سن اعوج. صح لو لا. انا ما معقولة. اختار عمودي مثلا. وهنا راح اسوي بلوك اوت وبلوك اوت وبلوك اوت وهذا البلوك اوت صح اليوم ما بي مضرة لكن بمرور وقت ممكن دولة كلهم اعرضهم للخطر. ممتاز. زين? اذا اختار شبيه? يكون بهالشكل هذا. زين? وهذا السن المضر الاعوج الكذا. ممكن شنو اتخذ قرار? بازالته. زين يعني? صح الان هو شوف انه فتقرار مجحف ولكنه بالمستقبل شنو? للمحافظة على بقية الاسنان. مثل ما لا سامح الله بعملية ممكن اكو جسم جزء من الجسم يستعصل. لماذا? للمحافظة على بقية الاجزاء. ما ينتقل من عنده في المضار او او شرور. زين? فاذا نقصد بها? ما هو شكل الروت? هل هو? بروت واحد او اكثر من الروت. وهذا الاكثر من الروت تكون. زين? وهذا اعتقد بالمحاضرات مرين عليها هو. كراون تو روت رايشو. اش قد نسبة الكراون الى الروت? وما يكفي بس الروت? لا. الالفيلاربون سابورت اللي حول ذلك الروت اش قد مقدار? يا عمرات تشوف الكناين مثلا. الكناين الكراون تو روت رايشو مثلا كافية. قد يكون الروت ضعفي طول الكراون. ولكن ما هو مقدار الالفيلاربون اللي يمسوي نسبورتينج? اش قد? هذا صح الروت مالته. بهالشكل نفرض هذا. هذا الكراون لو فرضنا هذا الروت. زين? لكن الالفيلاربون اللي دار مدارش قد? كلش قليل. ها? اللي يقلنا سميناها اندكس اريا. اللي دقري اف رزوبشن ان هوريزونطل عند اكزيال بلاين. صح لو لا. اذا راح هم شنو انقيم الانقيم الانقيم الالفيلاربون او كراون تو روت رايشو. والالفيلاربون سابورت. زين? زين? بعد كلينيكال كونديشن. حالة ذلك الكراون. شوفوا الروت مالته كلش حلوة وكل الصفات الحلوة به. انه الاللان منت مالته حلو. روت مالته حلو. بريوداربون شم كونديشن حلو. الالفيلاربون الاندكس اريا و الاخري. ولكن الكلينيكال كراون. كونديشن لا. السن مسويس ومسوي لفلينج ومسلحيها ومنا كومبزيت ومنا املقم. زين? صح واذاك مرات الاسناشون وينكسر الكراون يبقى الروت. ما بيش. صح ولا لا. اذا مثل هي جسين ما يتحمل انه تختاره كابتمنت. صح? كسن موجود من ضمن الارت. خلو لا بس خلو يبقى سن موجود من ضمن الارت. اما سن وتختاره ككابتن للفريق. لا ما يتحمل يكون كابتن هانا. زين? اذا كلينيكال كونديشن of crown abatement. the abatement should be free from amalgam and composite filling in the proposed site of the rest seat. وخاصة في المكان اللي احنا شنو اللي احنا متوقع مقررين انه راح نخلي بي خلي بي ريس سيت. لازم ما كو اي فلنق اذا اذا لا فلنق لكم فلنق وانا املقم وها شرحناها. if i present the appropriate management either change the rest location or make the metal crowning or the prepared seat and the appropriate location. واذا اكو هيتسن مرات انه نستخزن والله اخو ما قلعه. نسوي له metal crowning. نسوي له crowning وبذلك الكراون نسوي seat بالمكان اللي احنا الريده. فاذا راح نحافظ على الكراون من جوه. وبعد وهذا الكراون اللي خلينا احنا الartificial crown, metal crown, cast crown. زين? نسوي به seat preparation. وراح يستلم هذا seat preparation. رايس اللي ما ترموه بل. بعد ما درسنا كل هذه العوامل زين? انت دولة ترى كلهم شبابيك كلهم منافذ لكل منفذ منذ ولا يحتاج تشرح شنو على يا اساس. اذا كانت البرودونشون كوندشن مثلا. شوك اقرر اقلعه وشوك ما اقرر. الروت مرفولوجي. الروت مرفولوجي. هاي كلها كل واحد ادرس عنها بما يكفي. ولذاك هاي من اخراج. او الكيس سيت. وان شاء الله فيديهم اصوي افيد محاضرة عن الكيس سيت. الكيس سيت مع الصف ثالث اللي هو متعلق بالبرشيال كل واحد من قد هم. شلونة قيسة. وشنو المتغير بيه. كل واحد متغير وكل متغير بيه متغيرات بيه. قيم. زي. فكل واحد شو وقت نقرر اذا كان مثلا اذا كان موضلتي بي. شو وقت قرر نقلع. زي. فكل هم تكون انت هاضم ومدارسهم. زي. قلت لك وذاك ذول اعتبرهم مثل المنافذ. كل واحد من ذولة منفذ يدخل لك على موضوع او ساعة. زي. بعد ما قررت انه ابقي هذه الابتمنس واقلع هذه الابتمنس. فالقرار راح يكون الان. زي. يعني انت من وصلت لها الحالة. مو اليوم راح تتخذ. لا. انت متخذ قرارات في حالة مرحلة الشنو. بري. بروستاتيك بروسيجارز. متخذ قرارات في مرحلة قبل الوصول الى الديزاينين. انه هذا الابتمنس يوقع هذا ينشلع. بعد ما قررت كل هاي القرارات وشلعت اللي شلعتها وعالجت اللي عالجتها وسويت الكراونينج اللي سويت له. وطب الان راح انطيك القاعدة. تقول القاعدة. بعد ما طبقت كل اللي قلنا. بعد ما طبقت كل اللي قلنا. سيلاكت اختيار الابتمنت. ان يكون الابتمنت. اقرب ما يكون الى الادينتولاس اريا. اذا القاعدة راح نطبق هنا. هاذة. وهاذة. وهاذة. هما الابتمنت اللي تكون اقرب ما تكون الى الشنو. الى الادينتولاس اريا. انه صار عندك قاعدة. عند اختيار الابتمنت اللي هو الابتمنت. الابتمنت الرئيسي. القاعدة تقول اختر التوث القريب الى الادينتولاس اريا. زين. اختر التوث القريب الى الادينتولاس اريا. كي يكون راح تقول لي ليش ليش اختارت هذا الاباتمنت ليه اقول لكم القاعدة تقول لي زيت القاعدة من جبتها القاعدة جبتها من قوانين البايوميكانيك البايوميكانيك تذكرون موضوع الكانتليفر خلطلع منزمة الصف الثالث القاعدة كيف تقول بقوانين البايوميكانيك وين الصورة مات البايوميكان الكانتليفر كل ما نبتعد عن الادنشولاس اريا راح يتحول الى كانتليفار فاحنا ش راح نكون نكون اقرب ما نكون الى الادنشولاس زين اذا هسا صار من اريد اصمم اذا ش اختار اختار هذا الاباتمنت وهذا الاباتمنت وهذا الاباتمنت ش اعتبرهم ذولة اعتبرهم ك البرنسبال اباتمنت اذا هسا مشيت بالخطوة الاولى اختاري ذولة نجي الخطوة الثانية اش تقول ابدأ بالاجزاء الطرفية ممتاز الاجزاء الطرفية هي هي ابدأ اولا بال من من البرفرال المنت او بارت اذا من ذول الى ثلاثة بيه من ابدي ديستربيوت ديستربيوت ديست اوبر دي برنسبال اباتمنت يعني لو لم تكن حدد البرنسبال اباتمنت تقدر تنتقل للخطوة الثانية لا ما تقدر اذا اختارينا برنسبال اباتمنت هذا الاباتمنت مثلا في حالة بين وبين لا اقدر اقرر انه اقلعاه ولا اقدر اعتمد على اليمية بالمية واصبر وقول خلاص ما بيشي شي سوي اختارك برنسبال اباتمنت واختار اللي وراه اللي مجاور اليه هم كبرنسبال اباتمنت اخليهم اثنين هم برنسبال ليش حتى بالمستقبل بقى فالخير وهنا انقلع فانا مجهز الاباتمنت الي يحمل الراية من بعد زين نجي ما هي شنو تعريف طبعا هذا التعريف موجود وشرحنا في محاضرة الريست بامكانك انه ترجع وتعرف شنو معنى زين البرنسبال بالمختصر هي الريست التي تكون من ضمن من ضمن الكلاص اساملي او من ضمن الار بي اي سيستم الريست التي تكون من ضمن الكلاص اساملي او الار بي اي سيستم هذا شنو هاي الريست الميز زي الريست يعني هذا الاباتمنت شنو هذا الريست من ضمن الار بي اي سيستم يسموها برنسبال ريست واللي من ضمن سموها سموها شنو ترنسبال ريست زين ممتاز اذا هسا اجي اوزع الريست بهذه الحالين زين زين الاكزيلياري او ستندري ريست ينو استاذ تقولي مرات شوف يا دكتور من اباوع التصاميم اللي موجودة بالكتوب اشوف ريست من ضمن ومرات اشوف ريستات وحد معلقة ريست ومينور كوننكتر هذي شاعتبرها قاعد اللي تلقاها بالار بي اي سيستم او اللي تلقاها بالكلاس اساملي فهي برنسبال ريست الرئيسي اللي تطينا السبورت للبروستيس اللي تطينا توفر لنا الاسناد العمودي للسبورت زين هاي الرئيستات الباقية كل اللي شوف عاكسها عداها مو عاكسها كل اللي شوف عداها فهو اكزيلياري ريست شنو تعريفة it is the rest that used اللي موجودة بالفريمورك for purpose other than supporting the partial danger اللي شوفها مو لغاية السبورت مع البروستيس that used to increase the rigidity of U-shaped major connector احنا مو قلنا الماجور موجود بالماجزيلياري arch هو more flexible major connector اكثر واحد بيمرونة شون زيد المرونة مالتا قلنا راجع محاضرة الماجور انزيد عدد الرئيستات المتصلة ب يعني يصدر بلك مثل عندك انتفد بوري مداتا من هذا السطح هذا هذا سطح هذا سطح وهذا سطح مدات بوري بين اسطوحة واسطوحة هذا البوري بيشنو اهي تنزل شي تسوي لانتا تخلي لها تعلاقة هنا تخلي لها تعلاقة هنا اذا هاي التعلاقة هنا والتعلاقة زيدت 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 الرجي دي مالتا ثبتت بالحايط ممتاز اذا زيدنا الرئيستات باليو شايف ميجر كوننكتر حتى انزيد الرجي دي مالت الميجر كوننكتر الان من اشوفها هي شكلها ريست ولكن وظيفتها وظيفتها زيدة الرجي دي يعني مو سبورت اذا هي شنو هي اكزيلياري ريست بعد اندايركت رتينرز كل اندايركت رتينرز شنو وظيفتها وظيفتها تمنع زيدة رتينش من وهاي شرحناها اكتر من مرة منيشوف ميجر كوننكتر مجلبة بي ريست هل هو هذا تقول لي لا دكتور هادي هادي اكزيلياري ريست هاي اندايركت رتينش اذا اقول لك شتشتهن تقول لي وظيفتها تطين اندايركت رتينش وعرفنا شنو معنى اندايركت رتينش يعني من جهة ثانية تمنع حركة دينشر اويف رم تشيو اقول لك هي هاي وظيفة تقول لي لا استخدمناها اللي وظيفة اخرى عدل سبورت اذا شنو هاي شو تعتبر تعتبر اكزيلياري ريست اندايركت تنش بايز رموف واند اكزيلياري ريست تتوز وذا رينج الرينج كلاس هادا الرينج كلاس باذكركم بي شون يرسمو هادا رينج كلاس قلنا رينج كلاس بس بها الشكل هادا ما مقبول لازم نخلي من الجهة الثانية شنو لازم اخلي لها ريست اذا هاي الريست اللي تنطيني السابور للبروستيس هادا ريست وظيفتها تقول هاي اكزيلياري ريست حتى يكون في مكانه اللي احنا قررنا الى حتى هادا يبقى يشوف هسا لو فردت الكياب هالشكل هاذا وهذا الاباتمنت راح اسم باحمر وهذا السيرفي لاين باسود ايه سيرفي لاين هذا الاسود الان هاذي وين مكانها في منطقة الاندركات منو حفظ مكانها هنا بالضبط وقلنا هاي بالاندركات قيش طلعناها منو حفظ مكانها هنا لو هاذي ما موجودة لو هاذي هاذا الريست اللي هي اكزيلياريست ما موجودة ممكن تنزل وممكن شنو تصعد اذا تصعد وتنزل عموديا ما راح تصير شنو ما راح تنحفظ العلاقة بين الاندركات من نص الاندركات اذا هاذي الريست استخدمت لغرض اخر غير الغرض شنو هو حتى نحافظ على الاندركات اذا هاي اذا وظيفة اخرى اخرى صح لا بعد غير الاكزيلياريست اللي موجودة بالرينجويل بعد الريست اللي سميناها تيرمين الريست ممتاز التيرمين الريست منو تذكرون تيرمين الريست وين الميجور التي تتصل بالاسنان مثل 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 مو على طرفي يجب ان يكون هناك تيرمين الريست هاي تيرمين الريست شنو وظيفتها تمنع الاسنان من انه يصير بها ممتاز تمنع الاسنان من انه يصير يعني تطيني support لا تطيني وظيفة اخرى غير ال support اذا اش تعتبر اكزيلياري ريست ممتاز اذا اصبحت عند قائدة الاساسي لاستخدامها الهدف الرئيسي والاساسي لاستخدامها هو ان تنطيني وظيفة ثانية اخرى غير support of processes اش قايل هنا شوف تعبير اكو كلش حلو although in the end result it will provide support for the denture as all بالرغم انه بالنهاية راح تنطيني support للم processes بصورة عامة صح لا يعني مثل ما ضربت لكم مثل هذا هنا هاي انطط rigidity للم ممتاز ولكن بالنهاية processes من ريد ينزل باتجاه التشو هاي ما الشارك بال support ايش شارك بال support الم الميجور connector اللي يريد ترمين الرئيس تريد ينزل باتجاه التشو ما الشارك ترمين هي صح انوانها الاول انه تمنع flaring mat صح له ولكن بالنهاية من ريد ينزل denture ما تكون هي اعاقة وتمنع من نزول ايها ما تكون اعاقة ولكن support رح يكون ثانيا مو اولين صح له لا الهدف الرئيسي هو وظيفة اخرى غير support وان يكون في النهاية بالمجموعة بالمحصلة رح نحصل منعتها support حال حال اخوات هاي زين لكن نا استخدمناها لهدف اعلى او اسم من support صار واضح يعني هسا هنا هذي تنطينا support هذي auxiliary rest اولين تحفظ الretentive arm and then plant position لكن بدنا هاي الدنشر مريد ينزل باتجاه الاسفل هاي هاي تتحمل اللود هاي ما تشترك شوية ويا ايه تشترك هم تنطي support ولكن تنطي support ثانيا مو اولا الهدف ثاني جبناها ويا صار واضح واضح اذا عرفنا شنو primary support وعرفنا شنو طب المناسبة هالحاجة المفروض ما اقول انا المفروض انا بس اليوم اشرح designing بس حبيت اصوي refreshing لا اتوسع بالموضوع كل شو هاي اللي ريدي يتوسع اكثر خلاص قلت لك يطب على موضوع الرئيس يقرأ ويشوف ويكمله ويجين هنا لل designing اللي ما قاري ما شسمه انا انطيف التذكيرات بسيطة ليش لان احنا قلنا بداية المحاضرة من شروط الدزاينار ان يكون عنده نالج كاملة هاي نالج عنده معلومات كاملة عن كل الاجزاء اللي رح يصفطها خاف واحد جاي ما مراجع اما الخلق يراجع فانا قرأ اسوي لك ربيو سريعا زي 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 التايب اللي يعني هاي حسب شكلها هاي حسب وظيفتها حسب الخدمة اللي تقدم لياها فإذا تقسم الراست حسب الوظيفة الى نقسم الراست حسب الشكل الى والي تقعد على ال الليع الراست اللي تقعد على الكناعين وال و ولكن بالإنسايزال الثيرد أو الإنسايزال إيج الآن وصلنا للقاعدة دكتور أنت حسنا علمتنا القاعدة تقول تريد تختار أباتمنت فاختار الأباتمنت الذي يكون أقرب ما يكون إلى الأدينشولاس آرية وعرفنا ليش قلنا حتى ليس صير موضوع الكانتليفار زين الرئيس شون أختاره أقول لك راح أنطيك قاعدة للرئيس تقول القاعدة إذا كانت الحالة فإن وإذا كانت الحالة فإن فإن إذن الآن أرد أبدي أصمم أرد أبدي أوزع الرئيس تقول القاعدة إذا كانت الحالة مثل هذه جهة الرايت شون أوزع الرئيس يقول آزاد خلي الرئيس أقرب ما تكون إلى الأدينشولاس آرية يعني الأدينشولاس آرية هنا فهنا الدستل يكون أقرب ما يكون والأباتمنت البوستيريير يكون الميزة الأقرب ما يكون إذا توزع الرئيس بحيث تكون البرينسبال رئيس في حالة البوندد سدل أقرب ما تكون إلى الأدينشولاس آرية أما في حالة الفري أند إكستنشن لا لازم تكون الرئيس من الجهة الأخرى المقابلة لل للأدينشولاس آرية يعني البوندد سدل عكس الفري أند إكستنشن عكس البوندد سدل هذه يا أزاد الدعاء مين جبته؟ أقول لك هذا جبته من قوانين البايوميكانيك شو تقول قوانين البايوميكانيك؟ في حالة الفري أند إكستنشن حول العتلة اللي هو الدينشور قلنا يعتبر كعتلة من عتلة من النوع الأول إلى عتلة من النوع الثاني نحول الدينشور من عتلة من النوع الأول إلى شنو؟ إلى عتلة من النوع الثاني هادي هنا صورة راجعها. وهذه صورة راجعها. زين عيني? زين? هاي هنا اقراها تفتهمني. بالديستال اكستينشن رموبابول در الكاسد راح يكون الاندركات نخليها يعني نسوي اجزائر الار بي اي سيستيم. زين? اذا هزا شو تقول القاعدة? باول خطوة. بعد ما اختران البرنسيبال اوزع البرمري ريست على البرنسيبال. زين? شنو قاعدة البرمري ريست? شو تقول? زين? شو تقول القاعدة? تقول خلي الريست بالبوندت تسدل بالجهة القريبة. الادنشولاس اريا وان. اذا الان لحد الان صارت عندك معلومة. من تجي تريد تقيم الديزاين. اجي تأرضها ازاي لك صورة تصميمي. زين? انت اول شي تشتقو اشوف اشوف اختياري لبرنسبالقبات ما تصحيح. ممتاز. هل واحد تقول لي اخذت واحد من عشرة. ثانيا توزيعي للأكلوز الريست او للريست البرنسبال ريست. خنا نكون دقيق. للبرنسبال ريست. صحيح. زين? صحيح. شون اعرفه صحيح? اجي اشوف اليدان. شو لازم تكون الريست قريبة. اذا اذا لازم تكون من الجهة الاخرى لاليدانشول لاس kidney. اذا حدث عندك تخيل اذا كانت الكيس مو هذه. اذا كانت اكستيندد بيزي لاس فور. اذا ايش راح تكون الريست؟ لا تكون ميزيلي. ايش تكون ديستيلي. عكس اليدانشول لس켜 الخشيف دين راح تكون انتيريير لanie. اذا في كل حالة لازم تكون تكون بالبونددس دل بالفري انتكستينشن تكون عكس اليدانشول استيريا. فاذا كانت identical area posterior located فتكون mesially located وإذا كانت مثلك extended class 4 تكون identical area anteriorly فتكون البرنسبال رئيس تشبيه distal located إذن قاعدة حلوة إذن خلص شفت عندي خطأ خلص من تقيم أنت لا تجي تقيم تهجم على الديزاين ككلها صح له خطأ لا أبدي وحدة وحدة اختارت البرنسبال أمتمنت إذن هذا أخذ نقطة ثانيا الريس صحيح لا خطأ لا تباوأ بعد على البقية خلص إذا الديزاين بيطسة بي مشكلة أوقف زين ممتاز لا الرئيس تهم اختياري صحيح خلنا شوف وراء الرئيس يختار أقرأ select وين وصلنا قرأنا القاعدة هذه وقلنا هاي القاعدة مو من جيبي هاي قاعدة تطبيق لقوانين بايو ميكانيك اكتبت لك هاي القاعدة زين وراها choose the suitable type شخصة كلمة ليش خليت هناك كلمة سويتابون انتبه علي شوف كل المحاضرات كل المحاضرات اللي موجودة زين فأني ناقلها يعني copy paste بستغييرات بسيطة تبسيط للمصطلحات زين من تيكسبوك هاي مختار قاعدة يعني مختارة ساعة مثل الانداركت تينار مختارة من تيكسبوك لكن هاي التعابيري الهنا والتعابيري اللي بداخل الروز هاي تعابيري فأني مسؤول عن كل كلمة بيها أولا ليش كتبت لك سويتابل تايب شنو أخصد اختار السويتابل تايب شوف بينما مذكرت هاي المعلومة وين بالرست ما قلت لك السويتابل تايب السويتابل تايب ليش لأنه الرست أكلوز الرست تستخدم مع البوستيريار تيث ما ممكن ويا البوستيريار تيث تقدر تقول لي أخلي كناير رست صحيح له أو سنجلم رست من هنا ليش خليت كلمة سويتابل شاقصد بيها تذيش شاقصد بيها أقصد بيها ترى انتبه يا دكتور ترى لكل أباتمنت يوجد هناك أكثر من خيار لاستخدام الدايركت يعني هسه هذا ممكن استخدم لبيزيك فورم كلاسب وهو صحيح وممكن استخدم آي بار كلاسب وهو صحيح أقول لك سويتابل تايب شنو اختار ما يلائم تلك الحالة لأنه لكل أباتمنت قد يكون هناك أكثر من نوع من الدايركت رتينار صار واضح ممتاز زين إذن شاقصد هنا إذن بعد ما اختارت الرستات والرستات صحيحة كانت وزعتها صحيحة حسب القانون طلع الطلاب مثلاً وياي وين؟ طلع أين نفرض؟ أريد نطلع سفرة مو؟ أقولهم يابا الشباب أخواني باتشر رح نطلع سفرة نفرض نروح لحديقة ما لمكان ما لبسوا ملابس ملائمة شا نطيتهم أساس قاعدة؟ أن تلبسوا ملابس ملائمة يعني ممكن واحد مثلاً يجيني لابس نفرض بالفرض مثلاً بجامة نوم لا رح تكون ملائقة مخالفة للأسف ولكن اللبسون نفرض قميص وبنطرون تيشيرت وبنطرون ولكن له الحرية أن يختار التيشيرت أحمر أو أزرق أو أخضر إذن أكو أساسيات كلهم تشتركوا بيها كلهم لبسوا ملابس ملائمة ولكن التفاصيل لهم الحرية بلبس شنو؟ بلبس أنه تكون هذا اللون يختلف عن هذا هو حر نفسه الآن شوف مرات نشوف تصاميم ممكن يختلفون في تفاصيل بسيطة يعني هنا يخلي الـ Direct Tener أكثر منه يخلي بيزيك فورم تايب واحد يقول أنا أخلي i-bar تنيراتهم صحيحات ولكن الـ i-bar هنا أفضل لأنه أستيكلي زين؟ ولكن الثاني اختيارها مو خطأ مو جريمة ها؟ ممتاز إذن الآن يا دكتور الخطوة الثالثة بعد اختيار الأباتمت واختيار الـ Principle Reset من تريد أن تصمم اختار الـ Direct Tener لأختيار الأباتمت تبدأ لكل أباتمت يأخذ وقته بما يكفي تختار لشنو؟ Direct Tener اللي شو ردنا نسوي به نوزع الـ Retention of processes بالخطوة الأولى السوينة بالـ Rest وزعنا الـ Support إذن بمن تبدي؟ تبدي بالـ Support توزيع الـ Rest ثانيا توزيع الـ Direct Tener توزيع الـ Retention شنو تعريف الـ Clasp؟ عرفنا It is attachment هو عبارة عن Fetchee سوي attachment Apply to the abatment teeth for the purpose of لإستخدام لتنموه لتنموه حتى نجعل الـ Processes في المكان في مكان الذي خطط لأنه يبقى بيه كذلك؟ ما هي العوامل التي تؤثر على اختياري لـ Clasp؟ تذكرون العوامل التي تجعلني ما هي؟ أختار الـ Principal Abatment الآن ما هي العوامل التي تجعلني أختار؟ لماذا أختلف؟ قبل 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 قلنا قلنا ممكن يختار لـ Basic Form وممكن يختار لـ iBar لماذا تختلفوا؟ لماذا تختلفوا؟ لأنها العوامل هذه الـ Survey line ممكن الـ iBar حالتها نفس الحالة هاي وبعد حالة ثانية مرة الـ iBar واحد هنا يخليها ومرة انتبه الـ RBI System لا يوجد إجتهاد غصبا عليك تجعلها المريض اسمه محمد ونفسه مريض اسمه علي ليش لمحمد خلينا الايبار ميزيلي والعالي خليناها الدستوباكالي ليش؟ لأنه يختلفون بالمورفولوجي اوفتيت لأنه السيرفيلاين انطاني الاندركاتب هنا المكان وهي انطاني الاندركاتب هنا إذن بيمن اختلفوا هاي الفاكترز اللي يتأثر على اختيار الكلاسب اللوكيشن اوف ابتمنت يعني اختياري للكلاسب هذا او الريتينشن هنا الديركتي تينير هنا يختلف عن هذا لأن اللوكيشن ما لتختلف او هذا يختلف عن هذا هذا بوستيري الوكيتيت هذا انتيري هنا الاسست لازم اخليه باعتباري هذا شنو؟ ما خليه باعتباري لأنه بوستيري الوكيتيت نييد اوف كروس اارتش رتينشن كلاس 2 ولذا كسا يشوف راح يتغير بعد شوية يصر تحول بيه ليش؟ لأن هاي هنا شوف يا بالدزاين انقش قد موضوع معقد وواسع لو هنا ابوتمنت بالفرور فان هنا بايزيك فورم كلش كافي ليش؟ لأن ما احتاج كروس اارتش رتينشن اما بفري اند اكستينشن خلص بعد هنا بايزيك فورم ما يكفي ليش؟ لأن هذا الابوتمنت المفروض يضطي رتينشن لهذه الجهة وللجهة المقابلة يسمو كروس اارتش رتينشن لأنه ماكو هذا ماكو هنا صح له لا؟ ممتاز اذا انشي سوي لازم؟ هنا احول هذا من بايزيك فورم الى باتر فلاي خانا رسمه باحمر باتر فلاي هالشكل هانا من اقولك دكتور ليش حولته منين؟ حولته من بايزيك فورم الى باتر فلاي؟ هو البيزيك فورم مو خطأ اقولك مو هنا احتاج كروس اارتش رتينشن لان هاي المنطقة هنا مين تحصى رتينشن هانا؟ تحصى رتينشن من السير البوستيري البلاتة تصير يعني شو الكمبيت دينشر من نكتف براشر وبعد انقللها بواسطة الميجر كونكتور من هذا الابوتمنت اللي هو البوتر فلاي حتى ينطي رتينشن لهذه الجهة وللجهة المقابلة صح ممتاز اذا نشوف من شعة كلاس 3 هنا هنا اكو أبوتمنت انتفت الحاجة لوجود الكروس اارتش رتينشن وفقط استخدم بايزيك فورم ممتاز ممتاز زين اذا الآن وين نصلنا ممتاز 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 وقلنا هاي شلون تأثر الالممتاز ممتاز ممتاز ذكرنا ال البوستيريار ال البوستيريار إذا كان لنغوالي تلتت راح نستخدم للرنج كلاسب ليش حتى ندور على الأندركات اللي ميزيو لنغوالي لان السن منصار بي تلتتنج شوفو هذا يا أخواني هذا كل المفروض الحاج وين انت يعني دارس محاضرة الداركت تينر شايفه يلا تيجيني عندك نولجي يلا تصمم ما تيجيني هيك مسير زين فهنا نقدر نستخدم بيزيك فوم هذا باكالي وهذا لنغوالي على حسب الأصول أما لو صار بالسن شنو رح أرسم السن بحمر أما لو صار بي لنغوالي تلتنج هيك ما لنغوالي أي باكال أندركات ما موجودة بعد هنا إذن استفاد من يا أندركات من الأندركات اللي موجودة لنغوالي إذن تحول من بيزيك فورم إلى رنج كلاس زين يعني إذن العامل اللي يأثر هو اللايمات أوفتيت الدبث أوففستبيول شنو الدبث أوففستبيول قلنا تذكرون الايبار سمنا جنجايفلي أبروشنج الايبار ينزل لازم من ينزل الايبار هذا الأباتمت وهذا الماينور كوننكتور ينزل ويصعد وينطي شنو ينطي باركلاسب ممتاز هذي قد لازم يبتعد عن الفريجين جايفل مارجين قلنا أربع مليمترات وثلاثة إلى أربع مليمترات وأكثر إذا ممكن فإذا كان وخاصة باللو رأيت هنا يعني إكستيرن والعبليك ريج هي تيجي أصلا ما عندي الدبث أوفف أقدر أستخدم باركلاسب لا ما أقدر وذاك أستخدم رنج كلاسب وذا ما قدرت أستخدم رنج كلاسب أستخدم شنو؟ هيربين كلاسب ها إن شاء الله تتذكرون المحاضرة الداركت تينا إذن الدبث أوفستبيول هم تأثر على اختياري لل المحاضرة السؤال الثانية هذه السؤالة السئلة السؤالة بين محمد وعلي أو سأتباع جمالية أكثر من الشائب ومثل هذه الحالة فري اند اكستنشن هنا فري اند اكستنشن غيرت لي يعني هنا لو مو فري اند اكستنشن لو اكوباتمنت هنا خلي بيزك فورم هنا ماكو مشكل هذا فايف وخلي بيزك فورم لكن بما انه صارت فري اند اكستنشن خلاص بعد الاجتهاد ماكو هنا راح يصير ار بي اي سستن اذا هذه العوامل طبعا هذه العوامل مين جبتها جبتها من خلال قراءة محاضرة الدايركت تينار واذكر بيوم المحاضرة بالنسبة للي كان يحضروا اياي بالقاعة اللي عددهم مع الاسف قليل كلش يعتمدون على محاضرات اليوتيوب زين فديهم اشيلي الفيديوهات من اليوتيوب واخلص زين ماذا اقولهم يا دكاترة اشرح لكم محاضرة الدايركت تينار اريدكم من تخلص المحاضرة تقولوا لي ما هي العوامل التي تؤثر على اختيارنا للدايركت تينار تقرون كل المحاضرة واشوفوه شنو اثر على تغييري على الشفتنج حولت من البيزك للرنج من الرنج للهيربن من الهيربن للآيبار من الاربياي سيستم من الاربياي سيستم للكومبينيشين كلاس شنو اللي يؤثر ليش قلبت من هذا الهذا 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 اكو عوامل اللي هي ملخصها هذي نجي الـ type of class انواع الاكلات الموجودة شوفوه داعما انا امثل موضوع موضوع بالضبط مثل المطعم الـ open buffet من الـ open buffet توقف اولا على الوجبة الرئيسية تترح انواع مختلفة من الاطباق تجد الانتجاد لانتجاد لما أجدها من الحلويات تجد الطباق يجد من المقبلات تختار الطبق اللي لائمك من الحصائر تختار النوع اللي لائمك ممتاز الآن 눌러ف عرض نفس الفكرة تروح من الوضع من الوضع تختار الوضع Lib Deming فمن الـ Direct Retainer تختار Direct Retainer اللي ناس بك فتفتر خطوة خطوة تختار الليلائمك الآن ذول الأكلات المتوفرة في موضوع Direct Trainer عندك يعني شن الجل اللي لديك تقدر توناور بي عندك بخمس أنواع أساسية هو أكثر بس أنا اختارت لك اللي أساسية اللي هي نستخدمها بالفعل بار كلاسب ار بي اي سيستم و كومبينيشن كلاسب وأريد من الدكاترة شوية انتبهون عليه شفت حتى محاضرات بالفيديو على مستوى أخصائي أريدك يفرق بين الار بي اي سيستم والبار كلاسب إذن صار عندي هاي الأربع أنواع وذاك أكو حتى تدريسية أنه هي ناقلتها من محاضرتي بهالشكل مقسمتها إلى أربع أنواع ولكن تقول البي والسي هما نفس الشي لا يا دكتورة إذا كان يعني شوفوا بالمنطق يقولون المقسم والقسم ما يجوز يصير هناك قسم لمقسم بدون هدف صح له لا يعني مثلا إذا أنا أردوز أهدوم وأقول أقسم القاعة إلى ميل وفي ميل إذن هذا مقسم لقسم وأوزأ أو أقسم القاعة إلى بنات لابسات نظارة وبنات ما لابسات نظارة ممتاز الآن أوزأ أهدوم هاي هدوم الميل ممتاز تختلف لأنه الميل عن في ميل يختلف وهاي هدوم الفيميل أنطي لم النظارة ولم بدون نظارة ثلاتهم نفس الهدوم لعد ليش قسمتيهم إلى نظارة وبدون نظارة صار صار مقسم بدون هدف هذا ما يجوز بالعلم منطقيا علميا ما يجوز فانت من قسمتهم بار و ار بي اي سغير تعرفين الهدف من التقسيم شنو ده دولة يختلفون دولة مو نوع واحد زين نجي هنا شي قول آزاد بالقاعدة يقول ان ده بوندت سدل يعني منو البوندت سدل هذي الجه هذي بوندت سدل شنو الاكلات اللي اختارها تختار من ال اوبن بوفي ش تختار تختار اما سير كنفرينشيال واحد من السير كنفرينشيال او بار كلاسب هاي بالبوندت سدل حسب الانديكيشن والكونترا لكل واحد الان اي اختار اما ار بي اي سيستيم او كومبنيشن كلاسب صح ممتاز اذا اجي هنا انا اختار الدايركتيتين امسحلكم الصبور حتى اصير واضحة قدامكم ممتاز الآن أنا هسا وزعت الريست أولا ما من حقي أوزع الريست إذا ما مكمل ثانيا ما من حقي أسوي الريست إذا ما سويت أنا قبل الريست وزعت الريست وأجي هنا هذا بوندد سدل هذا بوندد سدل وهذا بوندد سدل هذا هنا بما أنه فور هذا مثلين قريب على يعني ممكن قريب على الفتحة الماث على فتحة يبين. اذا اقدر استخدم احنا قلنا شنو هنا هسا الوجبات المتوفرة. وجبة الغداء موجود بها تشريب موجود تمان ومرق موجود ومفطح موجود سمة شوي موجود. اشتغتار? اول شي خانشوف الوجبات الموجودة. سير كونفرانشيال وبار كلاسب. والفري اند اكستنشين موجود. ار بي اي سيستن وكمبينيشن كلاسب. اذا ما من حقي ذولا استخدمهم بالبوندد ولا من حقي ذولا استخدمهم وين? بالفري اند. ممتاز? ممتاز. اذا اجي للبوندد صدر. اقول اختار اما سير كونفرانشيال او بار كلاسب. حسب الاندكيشن. نجي هنا. هذا الابتمندد اختار لداركت تينر. طبعا انطيك نصيحة من عندي. اتفكر. اول ما تفكر بي من? بالبيزيك فورم. اتفكر. اول ما تفكر. وين هذي? خلنا نكتبها. في الجهة. في الجهة التي يمكن استخدام السير كونفرانشيال الفيرت تشويس هو منو؟ هو البيزيك فورم. بيزيك فورم. راح تقولي مين جبتها ليش البيزيك فورم؟ البيزيك فورم لا يحتاج الكثير من الموديفكيشن. ما يحتاج الكثير ولذاك احنا قلنا شنو اتصمم بدون النسيساري جروس موديفكيشن. ممتاز. اذا افكر اقول هنا اخلي بيزيك فورم. وهنا اخلي بيزيك فورم. ممتاز. هذي قلنا اولا. هنا خلينا شنو هسا الخيار الاول? بيزيك فورم. اجي اشوف الاثر فاكترز. بيزيك فورم مقبول هنا. راح تقولي لا 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 استاتيك ديماند. استاتيك لي ما مقبول. صح له لا. مو قلنا اذر فاكترز احلى واحد بيهم. ممتاز. اذا هنا استخدم بار كلاس. راح ارسمه بالاحمر. هذا البار. شنو البار قلنا نرسم الريتينتيف. تير من اسمالتي. اهنا بيزيك فورم مقبول وما بي مشكلة ولا. وقلنا هذا صح انه تختار. ولكن نحتاج كروس ارت شتين شي لو ما نحتاج. اي نعم نحتاج. اذا منو يطيني اتذكر الكومبينيشن. منو يطيني. منو يطيني. منو يطيني. منو يطيني. منو يطيني. نوعين. اما امبرجر. اللي هو البتر فلاي. هذا اللي اختارت انا. او ملتبل. ها. ممتاز. اذا هسا تحدد. تحولت. من بيزيك الى اما امبرجر او ملتبل. الان اختار امبرجر لو ملتبل. شي تقول? تقولي هنا عندك احتماليين. حسب السيرفي لاين. وشرحناها بالمحاضرات اللي هذي او اللي قبلها. قلنا اذا كان السيرفي لاين متقارب فانا استخدم ملتبل. واذا كان يعني الاندركات الروتينت في اندركات. اذا كانت متقاربة. زين? خلنا ارسمها حتى لا تقولون. اذا كان بهي الشكل هذا قريب الروتينت في اندركات. فاستخدم ملتبل. اللي يجي منها وتدخل الاندركات هنا بهي الشكل. واذا كانت بالعكس متباعدة. متباعدة. هنا اندركات وهنا اندركات. اذا اقدر استخدم شنو? بتار? افلاي. صار واضح? تشوف شتون يصير. سيستيماتيك ملت. اتفكر خطوة بعد خطوة. اتأسس خطوة بعد خطوة. هاي طبعا باي اكسبيريانس راح اصير عندك لا. بس انت كبداية هسا انت تفكر خطوة بعد خطوة بعد خطوة بعد خطوة بعد خطوة. وفي هاي الشكل هذا الى ان تكون شنو? تكون افشيان ديزاينار. راح تكون بطل. زين? خلاصنا من هاي الجهة. قلنا نختار اولا البيزيك فون. بعدين نفكر شنو? بشيفتنج لأذر. تايبس اكوردنج تو. فاكتر افكتنج. حسب العوامل المؤثرة. زين الاخرى. نجي الجهة الثانية. منو الخيارات اللي موجودة عندي? هاي سويت. منو الخيارات اللي موجودة عندي? عندي ار بي اي سيستيم. عندي كومبنيشن كلاس. منا بي ما نتفكر اولا. بال ار بي اي سيستيم. هادا هو الفيرست. اقدرت استخدمه? اقدرت. والحمد لله. ما قدرت? راح تسعني يا عزاد. ليش ما قدرت? اذا ما قدرت عندي سببين. اما واحد انتو راح تقرفو اذا كانت الاندركات فقط موجودة ميزي وبكالي. اندركات بس هنا موجودة. وال ار بي اي سيستيم مريد اندركات موجودة دستوب بكالي. ما موجودة دستوب بكالي اذا ما اقدر استخدم. استخدم مكانة كومبنيشن كلاس. هاي اولا. ثانيا. ليش ما اقدر استخدم ار بي اي سيستيم? لان مين يتكون هو ال ار بي اي سيستيم? هادا الاباتمت. وهذا الدبت او فستيبيول يتكون مين? ميزيال غيست. بربنديكولر بليت. واي بار. ممتاز. قلنا الاي بار دبت او فستيبيول اقل شي اربعة ميلمترات. اذا كانت الفستيبيول ما بيها اربعة ميلمترات. اقدر استخدم اي بار. ما استخدم. ما لانه الاندركات موجودة . ولكن ما يقدر ينزل اي بار اربعة ميلمترات وينصعد. وفيما يستخدم ان يكون أن يكون الوضع بين الفريجين جايبا المارجن والماجر كونكتور أقل شيء أربعة باللوار وستة بالأبر أرجع لها والذكر إذن إيبار ما أقدر أستخدم خلص إذن ربي آي سيستم ما أقدر وننتقل إلى الكمبيناتشين كلاس فنجيسة لو فرضنا نقدر نستخدم نرسم الاربي آي سيستم الآي بار هادي بالأحمر الآي بار هادي البرمانديكولار بليت والرست اللي هي أصلا إحنا اختاريناها ميزيالي كجزء منين من الاربي آي سيستم حولنا العتلة هنا من عتلة من النوع الأول إلى عتلة من النوع الثاني الآن مشينا الخطوة الثالثة لحد الآن هسا منتج تقيم تصميمي حلوة صحيح لو نعم صحيح ماشي الخطوات زينا هادي هادي القاعدة انبوندت سيدرل تشوز أيضا سيركم فرنشيال عندك وجبتين بالريوق إما circumferential أو barclasp وبالغداء عندك واجبتين إما RBI system أو combination وتختار حسب القواعد والمعلومات ولذلك أرجع وذكرك يا دكتور إذا واحد ما عنده معلومات يجي من حقه يقول أرد أصمم لا عمي روح أقرأ وكمل وتعلي زين determine the location determine the location and form of indirect detainer قلنا نبدأ من الأجزاء الطرفية شوفوا من ذا أبدأ من الأجزاء الطرفية كأخطأ ما كأخطأ شوف والريست من خليتها بالمكان الصحيح من جاءت للdirect detainer لغاها وغيرها لو كمل عليها كمل عليها إذن الآن نجي determine the location and form of indirect detainer اللي هو selection of auxiliary apartment إذن الآن صار واجب أختار auxiliary apartment الآن الprincipal apartment عرفنا القاعدة مالتا عرفنا القاعدة لاختيار الprincipal apartment وهي في حالة البوند تسدل والfree end extension يجب أن يكون الprincipal apartment أقرب ما يكون إلى الprincipal apartment زين هسا الprincipal apartment شون أختاره؟ زين شون أختاره؟ أختاره من خلال اختيار ال indirect detainer يعني ال indirect detainer هو الذي هو الذي يؤشر على مكان ال auxiliary rest نجي شنو ال indirect detainer؟ شرحناه وهذا كله مشروح بالمحاضرة هنا تريد منها توقف وتروح تقرأ محاضرة ال indirect detainer وروح وقراه وتعلي إذا ما تعرف كل شيء زين ما هو ال auxiliary apartment it is tooth other than the one that supporting the direct detainer إذن ال CLASP assembly اللي يتركب عليه فذلك ال apartment يسمى يسمى a principle apartment أي apartment آخر اختيره لأي سبب آخر فهو auxiliary apartment صح له لا؟ منه بالله ذكرني اللي يستلم terminal rest فهو auxiliary apartment اللي يستلم indirect detainer فهو auxiliary apartment منه بالله assisting in indirect detainer and overall support the removal of partial denture يقول اللي رح يستلم indirect detainer ولكن indirect detainer بالنهاية هم يوفر شنو قلنا شرحناها بالنهاية هم يوفر overall supporting it is determined by location of indirect detainer إذن كيف يعين شون أسأل determination by location of indirect detainer ولذلك قلت لك يا دكتور ما من حقك تقول type and location لازم شي تقول location of type of indirect detainer من خلال تحديد location of indirect detainer يلا تقدر تقرف type مالتا زين un terminal rest in the single bar إذن شون عينه قد نه إما إما وين العينه بطريقتين إما من خلال هذا منه الأكزيليار يا باتمت من خلال تعين location mat indirect detainer هاي واحد أو الأسنان الطرفية على طرفي الميجور كوننكتر الذي يطخ الأسنان وهو lingual plate continuous bar double lingual bar يعني شارده يقول لي اللي يستلم terminal rest وين terminal rest فهو ذلك auxiliary abatment زين firstly determine the location of indirect detainer إذن قبل كل شي لازم شحدة location صحر له لا أجل location full cram line هذا طبعا شرحنا full cram line وأشبعناه شرحا أرجع لات the treat والform of indirect detainer هما أشبعناه شرحا إذن الفوم القاعدة تقول شون أختار ال indirect detainer in bonded settle skip this step إذا عندك حالتك كلها bonded settle فأنت هاي الخطوة ما تحتاجها صح لو لا ممتاز يعني إذا لو رايح مثلا للمكان يوزعون بي أكل أنتم مثنيا زين وورا الأكل يوزعون نفرض جقاير ممتاز فمن يجون يوزعون لك أكل أنت تسلم أكل وصديقك يسلم أكل من يجون يوزعون جقاير اللي ما يدخن صارت skip راح يقبروه فما يحتاجه نجي bonded settle bonded settle ما يحتاج indirect attention إذن ش يسوي لهاي الخطوة skip the step أعبرها ما نحتاج بس يا bonded settle انتبه علي يعني مو هنا تقول لي خلنا أمسح هاي حتى نخلص من الموضوع ال direct detainer وننتقل لل indirect attention هنا يعني مو تقول لي هاي هنا bonded settle هاي bonded settle وهاي free لا 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 هي لكل الكيس كل هاي ش تعتبر class 2 تعتبر free and extension إذن مو bonded settle لكن class 3 class 3 mode 1 class 3 mode 6 short span class 4 تعتبر bonded settle إذن ابديت الحالات يعني مثلا لو هاي الحالة عندك class 3 هاي شكل mode 1 هذه bonded settle to supported إذن أحتاج هنا الخطوة الرابعة عن دارك لا اسكيب أعبر إذن هنا in bonded settle case خلي أكتب كلمة case هنا حتى تفتهم إنه أقصد أقصد الكيس ككل وليس السايد زين آني وذولة أنا أكتب سايد آه زين in bonded settle case skip this step أعبر هذه الخطوة ولكن ش خليت لك بعد هواي حاجوانا تعالت ش خليت لك خليت لك هنا footnote خليت لك ملاحظة هامش واحد ش يقول واحد ننزل يقول لي don't forget plan for future لا تنسي plan for future اللي قدتلك ياها بالجنرال رولز إحني ش أرد أقول لك أرد أقول لك يا دكتور من السايد قبل لسوي skip هنا نذكر plan for future هنا قبل لتذب الأكل ما تحتاجه بعديا قبل لتذب ال indirect detainer هذي الكيس الأباتمنت اللي هنا واللي هنا كلهم قويات وتقول ما أحتاجه وما أحتاجه يولي خلص ما أحتاجه وتبطل تخذ قرار أما تقول لا دكتور ترى هذا الأباتمنت شوية به موبينتي ممكن بعد فترة شنو قد ينشلع إذن صحية بوند تسدل ولكن لا بأس أن نضع هنا شنو هذا الفلكرون أخليلي هنا ريست سواء هي موجودة فخلص هي رحت تشتغل أو غير موجودة فأوجدها الآن ل plan for future للتخطيط للمستقبل إذن هنا شرد أذكرك أقول قبل لسوي skip قبل لذب الحاجل عندك قبل لذع لصديقك قبل لخليك شنسميها بالعامي استغلالي خليك شنو أنه شوف قبل لذع صاحبي ما أحتاج للمستقبل بعد إذا صدق صديقي ما أحتاج للمستقبل يولي زعلة زين أما لا أكو أمل يفرني الوقت واحتاج لا خليني مصاحب هاي نفس الفكرة البوندد تستدل ما تحتاج أولا شنعين آ Lex Chul إذا لا بأس أن من هل ستصمم لأه إذا free end سادى الكيس إذا الحالة free end أولا determine the full crumb line which pass شون عين الفل crumb line؟ أما قرأناها which pass through the most posterior مو most posterior teeth قلنا most posterior abutment of both sides then determine the auxiliary abutment اللي هو indirect location indirect detainer location هذه هي free end لو مو free end اي نعم free end الآن دعنا أمسح حتى تكون الصبورة حلوة زين هذا أرسم هذا الفلكراملين الحركة اللي نخاف منها هي هذه إذن الآن وين اللوكيشن إيقول هذا الفلكراملين قسمه بالنص هذا النص مالته قسمته بالنص أرسم عمود من ذلك النص هذا عمود فالعمود يؤشر على اللوكيشن مالاتمت مات الانداركت تينار إذن الانداركت تينار وراح يصير على هذا الأباتمت الأصفر ممتاز إذن شون عينت الأكزيلياري أباتمت من خلال تعيين اللوكيشن أوف انداركت رتينار ممتاز الآن إذن هنا هسا شنو عينت الانداركت تينار اللوكيشن مالته نيجي يقولنا ثانيا شعين كملنا النقطة خلو نكمل قراءة يقول وينه؟ طبعا قلنا هاي مو بالدقة هو يمر على البوستيرر أباتمت بس يا جزء مرة يمر على الرسط مرة يمر على الانداركت تينار وهي ترجع لها المحاضرة الانداركت تينار ثم تترمين اللي هو الانداركت تينار اللي هو الانداركت تينار لكيشن بايدره vertical line at the right angle above the point that bisecting the follicle line إذن توسط تقسم الف follicle line تعين نقطة وتقسم عمود عليها التأشيرة ما تتكون الأكزيلياري أباتمت وهو بينقصين اللوكيشن of indirect رتينار ثم تعين الفورم من الفورم اللي هو واحدة من ذولين خلنجي شلون نعنشان يعي شلون اللوكيشن هو يحدد إذا وقع الانداركت تينار على canine فيكون إما تختار canine rest أو تختار canine extension from closer rest إذا وقع على four في أكزيلياري يكلوز الرست إذا إجي على التير من الرست ما تسنقلم بار أو اللينجوال بليت فهو راح يشتغل هم تير من الرست وهم شنو إذا إجي على modification area إذا إجي على أي واحد إذا إجي على incisors إذا أختار الانصائزر إذا بس هي موجودة إذن الآن خنشوف حالتنا وين إجي إجي على canine إذن الآن أصبح عندي شنو خننمسح إيش لون عيننا هذا يولي وهذا يولي لا ممتاز إذن هذا الأصفر هو الأكزيلياري أبت ما تعيننا إهنا هذا canine إذن شي أختار له أختار single single لا ايه single rest أو canine rest اختارت ل single rest هذا شنو وظيفته وظيفته indirect retainer وظيفته شنو indirect retainer وذاك قلت لك هذا indirect retainer كوظيفة أولية ولكن بالنهاية ما نريد نضغط عدى نشرب هذه المنطقة ما يطينا support للprocesses يطينا support ولكن ثانيا مو أولا وذاك سمينا secondary rest ها ممتاز إذن 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 يعني لحد الآن أقول لك هذا جد يأخذ بالتصميم زي تقولي شوف دكتور اختيارة للprincipal أبتماد صحيح توزيعها للريست صحيح اختيارة لل direct retainer صحيح اختيارة للlocation والform of direct retainer صحيح مختيار الأكزلي ربط مات صحيح ها systematic خطوة ورا خطوة الآن على المول تسوقنا rest وتسوقنا direct retainer وتسوقنا indirect retainer إذن بما نجمعهم أجمعهم بminor connectors شون اختار minor connectors نجي زين وذاك أشوف هنا ما أحب دائما أكره من يقولون يوزعون شوف مرات أكو بالتصميم يقولون مثلا نختار class 4 فلان major connector لclass 2 فلان major connector لclass كذا فلان form of indirect ما أحب هي شي لا أرسم وعلى أساس الرسم أنت راح تختار الشنو الأجزاء يعني شنو شوف جبت هذا الصور أدري ليش هذي جبتها حتى أخليك تقارن هذي class 2 mode 1 وهذي class 2 mode 1 هذي class 2 identical area من جهة right والmode من جهة left هذي نفس الشي هذي الموض posterior located short span هذي mode posterior located short span بل الموض هو نفسه بالضبط هو 6 هو 6 شوف هنا location matel indirekt tainor وين اجه الى جه بين الكناين وبين الفور location وين اجه اجه من المنزل matel 4 ها وذاك هنا راح تختار the form of indirekt tainer يختلف عن هذا صار واضح ولذلك يا حبيبي انت ابدا لا شنو لتروح على الاندكيشن اللي مأخوذ عمياويا ارسم الحالة بسيستماتيك بمنهجية بخطوات متسلسلة يلا شنو تختار وذاك هنا لتطيق هاي المثل واقول لك determine the form of indirekt tainer depending on the location of it why in bonded settle case you should skip or you can skip حتى يكون دقيق you can skip the step انا هنا دعايت الدعاء انه قلت لك ترى اذا bonded settle اعبر خطوة الاندار الاندار ارتينر من احتاجه ليش طعا اكمل بس الاندار ارتينر و اخلي هذا جزء لهم تعبت زين ليش شوف تساؤل منطقي انا هذي قلت عوارة انه يابا ترى احنا من ادنا bonded settle ما نحتاج اندار اكتينر ليش انا شو اقول نحتاج لو تقنعني لو اقنعك اخناجي اقنعك اولا اينما الاندار اللي منطقي الاندار منطقي اخرى اهذا كانت باستير ايضا لذي او اندار اخرى منطقي تقول لك شنو وظيفة شنو وظيفة الانداركت تينر شنو الخدمة اللي يوفر لياها تقولي prevent displacement يمنع ارتفاع الدنشار بايز يمنع الرتيشن مع الدنشار بايز ممتاز زين ولكن في حالة البوندد سدل كيس هو شنو وظيفته يمنع الحركة هذه الساعة لو كانت الحالة البوندد سدل هذي البوندد سدل هنا اكو اباتمنت هاي الدنشار بايز وراح تشلب تشلب بالاباتمنت من خلال الدايركت رتينر هاي وراح تشلب بالاباتمنت هاي بوندد سدل صارت مو فرياند اكستنشن تشلبت بالدايركت تينر الان الذي يمنع حركة الدنشار للاعلى وجود الدايركت تينر من السيم سايت مو هذا الفلكرام لاين الذي كان فلكرام لاين فالدايركت ما ترتفع للاعلى من ومنعها وجود الدايركت رتينر فاذا كان الدايركت تينر موجود انتفت الحاجة لان دايركت تينر من الطرف الاخر صح لو لا لان احنا نحتاجه بقدر الخدمة اللي يوفر ليها صح لو لا ان دايركت تينر عم شنو تقدر اسوي اقدر امنع حركة الدنشار ممتاز اذا حركت الدنشار اصلا هي غير موجودة انتفت الحاجة لوجود يعني اضرب لك مثل انت جوعان بالكلية انت جوعان او جوعان بالبيت مو؟ الغدى لسه مستوى جيت وليقيت الغدى لسه ما جاهز تاكل بسكت لو ما تاكل تاكل شنو وظيفته يسد جوعتك اما لو كان الغدى موجود انتفت الحاجة لوجود البسكت صح لو لا ممتاز اذن الان دايركت تينر شنو وظيفته وظيفته يمنع ان يرتفع الدنشار للأعلى زيان اذا اصلا هاي الحركة ما موجودة اذا احتاجي او ما احتاجه ما احتاج خدمته لان انتفت الحاجة لوجوده الحركة اللي يمنعها هي من الاصل غير موجودة صار واضح؟ ممتاز من اللي يمنعها؟ وجود الان دايركت تينر على الاباتمنت اللي موجود بوستيريلي وإذا كان هناك أباتمت موجود بوسترير فإن الحالة تسمى بوندت سدل إذن الآن صارت نتيجة بأن البوندت سدل لا تحتاج الانديركت تينر لماذا؟ لوجود الأباتمت والأباتمت يوفر دايركت تينر فإذا كان هناك دايركت تينر نفت الحاجة لوجود الانديركت تينر خلنا قرأي شوف شيقول إذن هو شنو؟ هاي خلي جواها خط بربينتين ديسبليسمنت إذن الخدمة التي يوفرها الانديركت تينر هي يمنع الدس بليسمنت فإذا انتفت الدس بليسمنت وانتفت الحركة إذن انتفت الحاجة Since in case of بوندت سدل this movement does not occur at all أبدا ما تحدث لماذا؟ this movement is because the presence of the direct detainer in the same side of the action of displacing force so there is no need for its existence بعدما نحتاج وجوده هنا مخلي لك عليها فوت نوت رقم اثنيا شي يقول بيها منع يعني هذا البيان قوسيا بخطوط إتاليك هاي المائلة الخطوط هذي لو انشيله تعريف من هذا تعريف الاندارك تيتينشن خنقها ذات what's called الاندارك تيتينشن because the action of displacing force in the side and the resistance on the opposing side while while in the direct detention the displacing force and the resistance to that displacing force occur in the same side راح تحدث في نفس الجهة the presence of direct detainer in the same side of displacing the needs the need of ينفي الحاجة الى indirect detainer from opposite side the opposite is true والعكس صحيحان إذا فقدت direct detainer اضطرنا ناكل بسكت نرجع لإحتياجنا الاندارك تيتينر إذا وجد الاندارك تيتينر انتفت الحاجة الى الاندارك تيتينر إذن العكس صحيح زين فهمنا هسا ليش هنا قلنا skip this step وقلنا قبل ما نسوي skip لازم شنو لازم plan for future زين الآن وصلنا للنقطة رقم خمسة اللي هي اللي هي شنو النقطة رقم خمسة اللي هي بعد ما وصلنا لهذا الدزاين زين آه آه خلنا وخر الزيادات زين خلي أكمل بلكات مهي المشكلة لا والله وعي أحد شي يلا إن شاء الله أكمل بلكات أقدر أسوي جزئين وأربطهم سويا شكرا شكرا